أكد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تعهداً بإنفاق 1.1 مليار يورو على مدار السنوات الست المقبلة في لبنان بعيد ولادة حكومة جديدة في البلاد بعد مشاورات استمرت أشهر عدة وقالت رئيسة عمليات البنك في لبنان جريتشين بيري أنه في المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات ومع الشركات سيدر توقعوا أنشطة بقيمة 1.1 مليار يورو أي ما يعادل 1.26 مليار دولار على مدار ست سنوات لخطة إنفاق استثماري لمشاريع في البنية التحتية وقطاعات أخرى وتشير المسؤولة المالية في حديثها إلى المؤتمر الاستثماري الذي عقد في باريس في نيسان من العام الماضي وأضافت إلى أن هدفهم هو رؤية فرص كثيرة في قطاع الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة واستثمارات في الاقتصاد غير الملوث للبيئة والأنشطة الزراعية والتصنيع والخدمات والمناطق الصناعية والمشاريع المحلية والبنية التحتية